اشتركوا في القناة اخير ان شاء الله اليوم في باب المضلعات باب المضلعات وهذا ممكن هو الدرس اعتقد الرابع أو الخامس معاش نتذكر في هذا الباب اللي هو باب المضلعات من الأبواب اللي هي بسيطة جدا وسهلة وفي الامتحانات النهائية دائما نتعامل معها وكذلك حتى في امتحانات الفترة اللي هي ان شاء الله على الأبواب بداية درسنا اليوم يا شباب قبل ما نخشوا في حصتنا أو في درسنا نبيك تدول القوانين اللي هي موجودة أمامك القوانين اللي موجودة قدامي يوم نقوله شقانين نقوله علاقات يعني ممكنية هذه تفيدك وتساعدك في حل بعض المساهم مع مراعاة أنك تنظر للمعطيات كويسة طبعا هنا حاولنا نغطو بارك الله بك كل القوانين اللي عندي في درس المضلعات كويسة فأني نبيك أول شيء تاخد كراسة والقلم معاك ودهنا تحاول دوني هذه القوانين اللي هي قدر الإمكان طبعا في بعض المراحضات اللي موجودة في الكتاب ما نطرق لناش ناخدها باي خلينا نبدو بالأول أول قاعدة مجموعة قياسات الزوايا الداخلة لأي مضلع قد تفاهمنا فاهم من أول درس مجموعة قياسات الزوايا الداخلة لأي مضلع اللي هي شن قلنا أيها قلنا تساوي نون نون ناقص نين بارك مئة وثمانين طبعا انتفقنا هنا لحاجة شنين اتفقنا انتفقنا أن النون هي عضل الضاء با وطبعا الناقص يعني نطرح ثم نضرب بالمهم يعني عندما نقوله مجموعة قياسات الزوايا الداخلة نقول ناقص نين ضرب مئة وثمانين أرجع للأمثلة أيها حتارف نفسك كيف طبقنا القانون نين إذا كان نبي قياس الزوايا الخارجة آسف نبي قياس الزوايا الداخلة سمعني نبي قياس الزوايا الداخل كويس؟ قياس الزوايا الوحدة ما هو هناك في اختلاف هناك مجموعة القياسات وهناك بزايا واحدة في الحال هذا الشديد بتأخذ مجموعة القياسات قسمها على شنين على نون ممتاز ونون شن انتفقنا يا شباب نون انتفقنا شنين قياس الزوايا يعني انتفقنا مجموعة القياسات وانتقسم مجموعة القياسات الزوايا الداخلة وانتقسم على شنين على نون كويس قياس الزوايا ثلاثة عدد الاضلاء هنا انتبع معاي عندك فقرتين عدد الاضلاء هذا عدد الاضلاء وهذا عدد الاضلاء كويس العلاقة الثالثة كيف تتجيب لي عدد الاضلاء ولاحظة ندهلك فقر الف انطلع عدد الاضلاء حسب معطيات التمرين حسب معطيات التمرين كويس لو هو اعطاني مجموعة قياس او مجموعة قياسات الزوايا الداخلة مجموعة قياسات الزوايا الداخلة لو ترجع معاي لأون درس نتذكر فيه تمرين اعطاني مجموعة الزوايا 900 درجة صح ويبقى عدد الاضلاء انت في الحالة هذه ايوه ارجع للمثال اللي انت آسف التمرير اللي هو في الكتاب صفحة 133 ايوه ارجع لها حتى يجيب بيك عدد الضاعة اعطاك مجموعة الزواجة تسامية يعني انت تولين اقصد كيف انت تستفيد من هذه العلاقة عدد الضاعة المضلة مجموعة القياسة الزواجة على 180 زائد 2 اعتقد واضح هذه ولا ايوه كويس او اسف رقم اربعة بتجيب لي عدد الضاعة اللي هي الفقرة بي انا كنا نتكلمها لها كويس انا احنا يقولنا بنجيبه عدد الضاعة حسب معطيات المسألة فقرة بي اذا كان يبي عدد الضاعة وعطانا زوية خارجة صاح عليك يبقى نقوله تقسيم قياس الزوية الخارج تقسيم قياس الزوية الخارج يبقى بالحالة هذه عندي عدد الضاعة نجيبه بي احد الطريقتين لكن مش نختارها ايوه حسب المعطيات كويس نمشي لخمسة وقرة الخامسة قياس الزاوية الخارجة قياس الزاوية الخارجة با اللي هي تصاوي تلتمين ستين على 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 شنية على اللي هي نون ايوه يبقى امتى باش تطلع الزاوية الخارجة تأخذ تلتمين ستين تقسمها على نون با يعني مثلا كيف لو افترضنا جيت انت قال لك مضلع سداسي مثلا مضلع سداسي با يبقى قياس الزاوية الخارجة مسيطة جدا ايوه فهنا لازم نعرف شنية القاعدة المطبقة لها هنا بتقولي تلتمية ستين تقسيم ستة صح هذيك با المهم يعني وتطلع الزاوية ستين درج اذا نرجع القاعدة هذه او العلاقة قياس الزاوية الخارجة ستين على شنية على نون اخر ما اختمنا به اللي هو قياس الزاوية الداخلة زي قياس الزاوية الخارجة لكن بشرط لازم يكونوا متجولتين نتكلموا على المضلع يا شباب قياس الزاوية الداخلة زي قياس الزاوية الخارجة اليوم لازم يكون متجولتين سوي كم 180 درجة دول لي هذه القوانين او هذه العلاقات اللي موجودة امامك ونبي نختم درس مضلعات متاعنا ايوه ببعض التمريب هاي نقل القوانين اللي موجودة امامك وبعدين نستكمل الدرس موسيقى بعد ما انتهينا توة افتم علي الكتاب افتم علي الكتاب ايه ونختم باب المضلعات هذا بهذه التمريب من ورقة المراجعة ورقة المراجعة ونبدو في الصفحة اللي هي 136 هرجو كل طالب ايوه يفتح معنا الكتاب ويمشي بي صفحة 136 هناخد زرستمرينا تمريل اول اللي هو فقر الف رقم واحد رقم واحد با هي فقر الف با شنقالي احسب مجموعة قياس الزوايا الداخل للشكل عشاري احسب مجموعة قياس الزوايا الداخلة للشكل عشاري بنمشي لقوة صح ولا اذا انت ما فيش داعي نكتب القانون والحمد لله عندك مساحة في الصفحة هذه ايوه با بتجيب بتقول لي بنتكلموا على فقر الف مجموعة قياسات 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 الزوايا الداخلة مجموعة ارجع بيه هنا او لا اللي هي تساوي هذه تساوي با با كم عندك تبع معاي القانون عندك نون ونون كم اعطيها لي في المسألة عشاري صح ليك يبقى نقوله عشرة هذه عشرة ناقص مين ضارب ممتاز مية واتمانين درجة شوف نفسك كيف انت تطبق القانون لكن في حاجة ناقصة مازال ايوه الاقواص لازم حطها في داخل قص صحيح با يلا نقص نقص لي عشرة من اثنين تمام اثمانية هذه اثمانية ضارب مية واتمانين درجة ممتاز يساوي ايا يلا اضرب ممتاز عندك تمانية ضارب سفر بسفر هادي ماشي تمانية ضارب تمانية اربعة وستين حط اربعة ونزل وخلي ستة في ديك مظبوظة لا تمانية بالواحد بتمانية وعندك ستة رصيدك في ديك يصح اذا هذا ايوه اجابة او اسف هذه اجابة الفقرة الف هينلونة بصراعي سهلا بقى قلنا الحال في الكتاب بقى تعالى معايا للفقرة بقى احنا قاعدين في رقم واحد ولا تعالى معايا للفقرة بقى بقى قاعدين فقرة بقى قياس كل زاوية داخلة مش مجموعة زي ما تفهمنا لا قياس احسب قياس كل زاوية داخلة فقرة بيه خلاص انت تطور التمرين قدامك ما فيش داعي يكتبوها صبورة احسب قياس كل زاوية داخلة وانا اللي انت تتكلم عنه بكري وتكلمنا له مع بعضنا اللي هو بيوصلك له الاجابة فقرة بيه ارجع مرة ثانية شنو السؤال فقرة بيه من تكلموش عن فقرة الف هذه فقرة الف طالة منها خلاص هاي فقرة خلاص ها دي فقرة الف طالة منها ها معا شط لحالها خلاص نجو الفقرة بيه شنقال لك نبقى لك نبقى لك نبقى قياس كل زاوية داخلة قياس كل زاوية داخلة ممتاز يبقى انت ونتبقى قياس كل زاوية داخلة بتجي تاخد هوا شنية مجموعة القياسات ما عاقل صلاة يا استاذ انت المجموعة القياسات فقرة الف ممتاز اللي هو طلعتها الف واربعمية واربعين اذا نجيت ونقول قياس صح عليك كل زاوية داخلة يساوي كم أيها الف واربعمية واربعين درجة على شنية هذه نون شنقص دا عدد لطلع كم ما اعطوه لي عدد لطلع في التمرين مش قال لك عشاري يا شيخ عشاري شن معناها معناها عشرة دلع كويس ممتاز يبقى الف واربعمية واربعين قسم لعشرة يساوي صح عليك بسيطة جدا اه اتخلصني من السابر ونسابر شو نحن مع السلام شنقعد لك في البس مية واربعين والمقام واحد عندما يكون المقام واحد اي واحد مدرولة اشهر 100 صح عليك وبالتالي تطلع قياس كل زاوية داخل مية واربع واربعين درجة وبالشكل هذا نكون جاوبت لها على الفقرة ب قويس ب طو بعد ما كملنا هالف وبي نطلع من رقم واحد وقاعدين في نفس الصبحة يا شباب بتكلموا على الفقرة قاسف على التمرين اتنين على تمرين رقم اتنين انت بمعاي جاعد في نفس الصبحة رقم اتنين تمام عندنا في رقم اتنين ايضا حتى هو فقرتين فقرة الف وفقرة ب خلونا اخذوا فقرة الف قبل اين اتنين فقرة الف اتنين فقرة الف كويس شنقال لين قال لي كم عدد اضلاع المضلع اذا كان قياس كل زاوية خارجة خمسة وربعين يبي شنو يبي نون يعني يبي عدد لأضلاع او لا به وانت عندك عدد اضلاع قلنا عندنا بطريقتين صح او لا عدد اضلاع كان اعطاني مجموعة الزاوية نستخدم الفقرة الف مجموعة الزاوية على 180 زي 2 وكان اعطاني الزاوية الخارجة اسفل منها اسفل من القانون الفقرة القانون التالي قلت عدد العدد الاضلاع يساوي بتدير معاي بتقول لي ايش 360 درجة اللي هي مجموعة قياسات الزاوية الخارجة للمضلة على على ايش شنعطيها لك كم كم ممتاز 45 و40 درجة نغيره في الالوان باش تبديك تكون مركز اكتب عدد الاضلاع تتكلموا على الفقرة هذه نتكلموش على الفقرة جولة تتكلموا الفقرة باي 360 تقسيم زي 2 الخارجة بقى هو عطيك ايش عطيك عدد الاضلاع اذا انت بتقسم 360 تقسيم 45 يلا قسمها بسرعة اي طلع لي النتش اعطينا النتش يلا كم يطلع ايوه يطلع اثمان يطلع اذا انت تطلع طبقت لي القاعدة اللي اعطتنا عدد الاضلاع في حالة وجود قياس الزاوية الخارجة كويس باي هينجل هادي بصرعة شوي اي نمشي للفقرة باي نمشي الفقرة باي تكلمنا على 2000 نتكلمه على 2000 باي كويس شنع اعطيك قال لك كم عدد الاضلاع اذا كان مجموعة قياس الزاوية 1800 مرأة مرأة تانية يبي عدد نضلاع تمام تمام اللي هي اتفهمنا ان رمز عنول با وعطيك مجموعة قياسات الزاوية كم اعطاني اعطاني مجموعة قياسات الزاوية 1800 انتبه لي عطيك مجموعة قياسات الزاوية الداخلة 1800 كويس لو وصلتك سؤال في رقم اتنين رقم اتنين اللي قدامك نشوف في فقرتين الف وبيع شنو الشي المشترك بين الف وبيع طرح شوهم كويس تمارين الف وبيع في رقم اتنين يعني فاش متشابهين تمام بارك الله فيك متشابهين في المطلوب متشابهين في المطلوب في فقر الف يبقى عضل اضلع نذكرك به معلش يبقى عضل اضلع لحق لقنابك يوالا انت اخذت الكميس تين قسمت على خمسة واربعين هذا خلاص طلعنا منه والفقر يبقى هم اتنين متشابهين في المطلوب فقط انت بالي مش في كل شي متشابهين في المطلوب بس متشابهين فيهو عضل لضلع بقي كويس انت نيت بعد لضلع واحنا بقى لقلنا عدد لضلع كيف نجيبها نجيبها بلاحظة طريقتين حسب معطية المسألة كويس ممتاز وبالتالي القانون هذا او العلاقة هذه اسف ما نقول قانون العلاقة رقم ربعا هذه لنه بنستغني لها المرة هذه فالفقرة بيه بنستغني لها صح ايوه لانه اعطاني هذه شنية هذه شنية مجموعة قياسات والزوايا الداخلة ممتاز برك الله فيك يبقى اعطيك مجموعة قياسة الزوايا الداخلة معناها انت ما ترجاش به للقانون هذا او العلاقة رقم ربعا لا بنحتاج اني نطبق ممتاز اللي هو هذه القاعدة ولهذا نجي نقول لنون اهو الحل اهو الحل باي ونقول عندنا نون هادي نون راك تنساها نون عدد لطلع يساوي فهمنا لنقطة او لا اول اتفاهم عليها مجموعة القياسات كيف رطالك المسألة كيف 1800 ممتاز هذه 1800 درجة طبعا على شنو كويس على 180 ماشي على 180 درجة ثم ثم زايد اتنين ايوه هادي الاختلاف في التعويض كويس ولهذا ما عليش نكرروا مرة تانية لأنه ممكن فيه اللي قاعد مش فهمنا وقلنا احنا بالنسبة لتنين باي قاسف اتنين اتنين الف وبياس فاش متشابين بالنسبة الفقرة 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 باي متشابين في المطلوب المطلوب الزوز يبوا عدل اضلع سواء في باي ولا قبل الف لكن وين الاختلاف الاختلاف في المعطيات اذا احنا بك العلاقات اللي قدامك هذه اللي انت نقلت بكل رأس اذا كان يبي عدل اضلع واعطانا قياس الزوز الخارج اصبح العملية واضحة لو اضل اضلع ويبي مجموع قياس الزوز الداخل اعيد مرة تانية لو يبي عدد اضلع وعطيك الزوز الخارج بتقسم 360 على الزوز زي بالصالف الفقر الف ولا انت مش مكن يقسم 360 45 ايوا يقول لك 8 اضلع به طو العلاقة هذه لقم 4 هي من احتاج لها ليش لان اعطاني معطيات مجموعة القياس قداش او مجموعة قياسات الزوائد الداخلة ايوا اللي هي عندك كم اعطاني 1800 قسمها على 180 وانطل الانج تعال نقسمها بعضنا اي تمام هذا بيمشي مع هذا مع السلامة باش نقعد لفوق 180 ولوطة ومنتاش لو قسمتم يعطونا كم ايوا يعطونا عشرة هذه ماشي ايوا فها واحد فها عشرة ممتاز تعال اجمع العشرة مع الاثنين توا يال نون تساوي 12 ضلع شفت اختلاف توا الاختلاف وين الاختلاف القاد الوطباء كم المضلع فيه 12 ضلع بالتالي هنا قدرت نطلع على عدد الاضلع بطريقتين طريقة فقر الف وطريقة الفقر بين فاللي نبي وصله لك انك لازم دائما تشوف معطيات المسألة قبل ما تبدأ تحلل لازم تشوف معطيات باهي فاللي وصلنا لتو حاليا تمانينا اعتمد اثنين اليما اعطونا خلاص للباب المضلعات سواء كان رقم واحد وإلا رقم اثنين باهي ولهذا احنا في رقم اثنين اعتقد اعرفنا كيف نجيب عدد لاضلاع المضلع بأحد العلاقتين في نهاية الدرس في نهاية الدرس ان شاء الله نكون فهمنا باب المضلعات وهو الباب السادس طبعا هو باب سهل جدا وبسيط ولهذا يبقى قليل من الانتباه ويبقى تعرف معطيات المسألة كويس وتفكر في المطلوب واهم شيء اكتعرف القاعدة اللي بتعود بها باختصار اللي نبقى نوصلولا ان الاشياء اللي قلناها هالية بعدما تقعد تراجع من الكراسة او تراجع من الجول سيخناها مع بعض نحنية تو لخصلك القوانين زي ما كاتب لك الخلاصة حاول انك هذه القوانين مش غير تكتبها لا حاول تعرف ام تتطبقها في هذا المطلوب فانين نشوفها قوانين اعتقد من السهل فلصلك للمعلومة فكل اللي نتمنى منك سراعة ان نرجع في البداية التمريل اللي اعطيناها طبعا في الماضي نلتزم بها الخلاصة هيا ما تقولش تفتح في الكتاب وتراجع فيها وتقرأ من الكتاب ولا تقرأ من الكراسة ولا الاشياء اللي احنا اخذناها بعضنا حاول بطريقة ملخصة جدا 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 اللي هي تاخد هذه القوانين طبعا فيها اشياء اخر ما دوننا هاش موجودة عندي في كتاب واضح ما فيش داعي ندونها زي قياس الزاوية الخارجة او اسف زي مجموعة قياسات الزاوية الخارجة ففي نهاية الدرس اليوم ان شاء الله اليوم يعني بهذه النقطة هنا درس باب المضلعات درس القادم ان شاء الله سيكون باب التماثل ونحاول على الاقل منعطوه شيء في حصين يعني هو باب بسيط وسهل جدا باي فلهذا البنغوليو احنا هو حاليا اللي نبو نصلونا بمتالنا هذا وبتبريننا هذا وبالقواعد اللي نتكلموا عليهم نكون هنا درس باب المضلعات الباب السادس وعيد وقرر ان شاء الله في درسنا القادم سنأخذه اللي هو التماثل محتاجين درسين يعني منكم على الاقل درسين في باب التماثل وام شيء انها تشتغل معي في الكتاب في نهاية درسنا نتمنى لكم التوفيق لجميع ونتمنى السلامة للجميع وان شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم الى ان نلتقي اترككم في حفظ الله ورعايته والصلاة عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة